الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ينقسم هذا المقرر Electrical Engineering إلى جزئين رئيسيين وهما التيار المستمر DC Circuits والتيار المتردد وهو AC Circuits سنتحدث في الجزء الأول في التيار المستمر في ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول، الثاني، والثالث في المحور الأول سنتطرق إلى Charge والCurrent Voltage Power Polarity of Voltage Passive Sign Convention أما في المحور الثاني فسوف نتعرف إلى قانون الأوم وقانون الكيرشوف وبدوره قانون الكيرشوف ينقسم إلى قسمين قانون الكي سي أل كيرشوف كارنت لو وكيرشوف Voltage لو وسنرى كذلك في هذا الشابتر إلى قانون تجميع المقاومات وقانون تقسيم الجهد وقانون تقسيم التيار وهما Current Division والVoltage Division أما الشابتر الثالث وهو Techniques for Solving DC Electric Circuits فسوف نرى فيها خمس قوانين مهمة خمس قوانين مهمة القانون الأول قانون النود ثم قانون المش قانون السورس ترانسفورميشن قانون الثيفنن وننهي هذا المحور الثالث بقانون السوبر بوزيشن وبهذا ننتهي من الجزء الأول للتيار المستمر أما في البارت الثانية وهي التيار المتردد الـ AC Circuits فسوف نرى فيها في المحاور المتبقية سوف نرى سينزويدل سورس سوف نرى كذلك الـ Passive Element وهم الـ Inductance والـ Capacitance ثم سوف نرى نفس القوانين التي رأيناها في الجزء الأول في الطيار المستمر سوف نطبقها كذلك في الطيار المتردد وهم قانون النودل والمش سورس ترانسفورميشن سوبر بوزيشن وقانون الثيفنن وسوف نرى يعني كيفية هذه القوانين لحل المجاهين في الـ Electric Circuits ثم ننهي هذا البارت للطيار المتردد بقانون الـ Real Power أو الـ Active Power قانون كذلك الـ Reactive Power سوف نرى كذلك الـ Power Factor ثم ننهي هذا المحور الثالث بالـ Appearance بالـ Complex Power والـ Power Triangle ترجمة نانسي قنقر